السلام عليكم بتحية طيب المتابعين الكرام اليوم رح نحسب التكلفة التقريبية والقريبة للواقع لهيكل مساحة 150 متر درجة أولى طابق واحد وكذلك طابقين وبطلب من الكثير من الأخوة الكرام أخوتي الكرام المطلوبة الدعاء والدعم فقط لنستمر معكم ونتشرف بكم أهلا وسهلا بكم وحياكم الله أولا الأساس رفت ارتفاع 40 سنتيم السبويس نحتاج ثلاث سيارات سعرهن يصير 350 ألف الشفل والحادي لو فرشناه لون زراحي هي سيارة 250 ألف تأسيس المجاري مواد وعمل كاملة تصير مليون وربع حديد التسليح نحتاج ثلاث أطنان وسعرهن يصير 3 ملايين وستمائة وخمسين النجار والحداد يصير حسابهم مليون صوب جاهز كونكريج سعر المتر 75 ألف نحتاج 60 متر يصير سعرهن 4 ملايين وخمسمية بناء باتل فوق الرفت لترسيم الخريطة مواد وعمل 450 ألف يعني الأساس رفت ارتفاع 40 سنتيم درجة أولى حديد التسليح الماس العراقي التقنفة التقريبية وأقول تقريبية لأن بعض قطع الأراضي تحتاج قشط وبعضها ناصي تحتاج أكثر من ثلاث سيارات سبويس لكن هذا التقدير الماشي على أغلب قطع الأراضي يكون 11 مليون وخمسمية ثانيا البناء فوق الأساس لحد السقف هذا الطابق نحتاج 26 ألف طابقه يصير سعرهن تقريبا 5 ملايين الأسمنت نحتاج 7 أطنان بالزايد سعرهن تقريبا مليون الرمو الدرجة أولى مختبر نحتاج سيارة وحدة كبيرة مع التعوازة سعرهن يصير بالزايد 500 ألف الحدادية والشراجي بالخشب والهوايات والباب الرئيسية المتر الدرجة أولى بتسعين ألف عدنا تقريبا 40 متر مربع سعرهن يصير بث ملايين ونص نعم أخي الكريم أحجاب الحدادية تختلف بعض الأخوة يردوها تكبيرا والبعض الآخر يتزغير نحن نحسب بالزايد العمل يكلف بالزايد من فوق الأساس إلى السقف ارتفاع 3 أمتار و 10 مليونين و 500 مليونين و 500 إذن ستكون التكلفة التقريبية للبناء من فوق الأساس إلى السقف مع الحدادية والشراجي مواد وعمل 12 مليون و 500 يعني نقول 13 مليون ثالثا السقف المرحلة الثالثة نجي على السقف نحتاج حديث تسليح طنيا ونص سعر حين يصير 3 ملايين ونص النجار والحداد يأخذ مليونين و 500 الصبت جاهز المركز يتحتاج 30 متر مكعب سعر المتر الواحد 75 ألف يعني يكلف مليونين وربع الكهربائيات والدكشينات بالسقف تكلف بالزايد دقريبا 500 ألف يعني السقف راح يكلف عدنه 8 ملايين و 750 ألف خلي نقول وين نواعم 9 ملايين رابعا الستارة أو التشريفة أو الوارش حسب تسمياتكم مع البيتونة الستارة 4 انجا تحتاج 5500 طابقة البيتونة خلي نقول 4 في 5 9 انجا تحتاج 5000 طابقة يعني راح نحتاج 10500 طابقة فلوس هنه تصير مليونين رغمه نحتاج تكس سعر 200 ألف الاسمنت نحتاج 3 أطنان سعر هنه يصير بزايد 400 ألف تصعيد المواد 400 ألف سخف البيتونة يكلف كرسته وعمل مليون شباك زايدا باب البيتونة 400 ألف أعمال البناء يتكلف مع النواعي مليون دينار هذا بالنسبة للستارة والبيتونة يعني البيتونة والستارة راح تكلف بالزايد 5 ملايين وخمسمية حاليا نكمل هيكل طابق واحد وصارت التكلفة التقريبية 39 مليون أخوة الكرام حسه صار عدنا طابق واحد زين إذا طابقين حسه هاي تكلفة طابق واحد إذا ردنا طابقين إذا قد صير التكلفة هاي مرح نحسبها إن شاء الله تابع الفيديو حتى تعرف التكلفة همو للطابقين حتى نحسب التكلفة التقريبية للطابقين وركزوا يا طيب تكلفة الطابق الكملنا نطرح مننا الأساس وقت مثل مواضحة عملية رياضية أمانكم يعني تكلفة الطابق الثاني وحده رح يكلف 27 و 500 مع أضافة 590 موات يصير 28 مليون إذن أخوة الكرام الطابق الواحد هيكل مع الستارة والبيتونة يكلف تقريبا 39 مليون أما الطابقين مع الستارة والبيتونة رح يكلف 67 مليون ملاحظة هم أخوة الكرام هذا التقدير التقريبي والقريب للواقع نعم اختلاف الخراط وجودة المواد تأثر بزيادة أو نقصان هذا الحساب وكذلك يجب أن أخذ بنظر الاعتبار هذا الحساب أنت من يدير العمل وليس مقاول أو مهندس أو شركة لا تنسوني ووالدي من خالص الدعاء ولا تنسون الدعم لهذا المقطع لكي يصل الكثير من الناس المحتاجة حساب لكالي في البناء تحياتي لكم أخوكم المهندس عماد رحيم العبادي حياكم الله